حقيقة أعتبر أن مجلس والدي هو مدرسة الأولى في ذاك اليوم الذي كنت ألتصق فيه بوالدي وأعيش معه في مجلسه لأنه كان لديه مجلسا يسمى بين العشاءين هذا المجلس طيلت أيام السنة فكنت بقرب والدي في تلك الفت بين المغرب والعشاء فكنت أتعلم الكثير من ذاك المجلس أيضا من جماعة أو جماعة المجلس كلهم يتذوقون الشعر النبطي فكان حديثهم بين أمور التجارة وبين الشعر النبطي فيأتون ويتحدثون عن أشعار راكان بن حثلين يا ما حلل سيحة الفنجال مع راحة البال في مجلس ما فيه نفس الثجيلة هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما ليجينا مثيلة يقرؤون أيضا أشعار الشريف بركات يا مرقبا بالصبح ظليت أباديك ما حدا غيري خبرته تعلاك وليت يا ذا الزمن مكثر بلاويك الله يعطينا السلامة من أتلاك ثم تأتي أشعار كثير فكانوا يتناقشون ويتوقفون أمام أبيات معينة فكانت هذا ما يدور في مجلس والدي الذي أعتبره مدرستي الأولى اشتركوا في القناة